نروح لأول الأخبار وعايز يكون ليه تعليق بعد ما أقول لها حضرتكم الخبر الخبر هو أفشا ومتولي وأيضاً ديانج ينتظمان في ميران الأهلي للمرة الأولى أفشا ومتولي المرة الأولى لكن ديانج كان موجود قبل كده النهاردة كلنا تابعنا وشوفنا على الفيسبوك وعلى الإنستجرام وعلى تويتر حتى عدنا نوقع الرسمي للنادي الأهلي والصفحة الرسمية على قناة النادي الأهلي وأيضاً النادي الأهلي لقينا طبعاً صور أفشا ومتولي بعد ما تعاقدوا رسمها مع النادي الأهلي بيكونوا موجودين في أول ميران ليهم في النادي الأهلي لكن عايز أقول له حضرتكم على شوية نقاط نتفع عليها جاء النادي الأهلي اللي عرفها طبعاً بيكون عرفها واللي مش عرفها قديني هقوله لازم يكون عرفها علشان قاطع اللي ما بنطلع هنا في قناة النادي الأهلي لازم نقول المعلومة صح 100% أنا طلعت في الأهلي الليلة وقلت أن خبر تعاقد أفشا مع النادي الأهلي والصور المتدولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة طيب دلوقتي النادي الأهلي تعاقد مع أفشا لكن تعاقد معه إزاي؟ أولاً الصورة كانت صورة قديمة وده فعلاً حقيقة أن الصورة كانت في الشتاء وبالتالي زي ما حضرتكم شفتوا اللبس حتى اللي كانوا لابسين هو لبس شتوي وبالتالي صورة قديمة فعلاً لكن الحاجة الثانية جوة النادي الأهلي متعودين عليها أن دائما النادي الأهلي لما بييجي يتعاقد النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جداً 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 لازم يكون فيه أسرار ولازم يكون فيه شغل وطريقة شغل نشتغل بيها النادي الأهلي سر نجاحه أنه دائماً بيكون قافل على نفسه دائماً بيكون فيه تنظيم في العمل رئيس النادي أعضاء مجلس الإدارة الجهاز الفني والإداري وأيضاً مدير التعاقدات بيتم تكليف كل واحد بمهمة لازم يعملها على أكمل وجه لازم يعملها في سرية لازم يعملها بتقان ولازم يخلصها على النحو اللي مطلوب منه طبعاً النادي الأهلي بيشتري أي لاعب بيشتريه النادي الأهلي بيشتري أي لاعب وبيتعاقد مع أي لاعب بيضحي من أجل أي شيء علشان يتعاقد معاه لكن المعلومات اللي كانت عندنا لحد ما تم الإعلان الرسمي أنه لسه أفشى والنادي الأهلي لسه ما اتفقوش على أي شيء وبالتالي كان لسه ناد الأهلي كان بيتفق لما الناد الأهلي خلص كان أفشى موجود هنا معنا على الهواء مباشرةً مبارح مع كابتن إسلام الشاطر علشان يتم الإعلان رسمياً غير على وجوده في الناد الأهلي وغير أنه هو مضى في الناد الأهلي وغير أنه كان متواجد في مقار الناد الأهلي بالجزيرة لكن كان موجود على الهواء مباشرةً هنا في قناة الناد الأهلي فدايما نحن بنعود حضراتكم على أن أي حاجة مش موجودة على قناة الناد الأهلي ولا على الموقع الرسمي ولا على صفحة القناة ولا على صفحة النادي يبقى ده خبر مش صحيح بالمرة علشان كده دايما تحر دقة في المعلومات اتأكدوا من هنا اتأكدوا من خلالنا من خلال كل زملائنا اللي موجودين في قناة الناد الاهلي والهدف دايما من كده ايه الهدف دايما ان احنا نعمل استقرار للناد الاهلي دايما الناد الاهلي زي ما حالكم عارفين مش بيخش صراعات الاهلي مش بيخش علشان خاطر يجيب لعيب هو مش محتاجه الاهلي اتعاقت فقط مع اللعيبة اللي محتاجها ومع اللعيبة اللي هو شايف ان هي تتناسب مع امكانيات وسلوكيات واخلاقيات النادي الاهلي حطوا تحتيها مئة الف خط دايما فيه لعيبة عندها امكانيات فنية على اعلى مستوى لكن السلوكيات والاخلاقيات هم اساس النادي الاهلي في الاختيارات واختيار اللعيبة كلنا شفنا التضحيات اللي ممكن اي لاعب يعملها بالرغم من وجود عروض من انداء اخرى وعروض مالية ضخمة حسين الشحات اشترى النادي الاهلي نادي الاهلي حطه فوق دماغه واشترى وحسين الشحات دلوقتي يسألوه وشوفوه اكيد طبعا ما فيش حد ما يحلمش يلبس التيشرت الاحمر علشان ينال شرف مع بعضه شرف وهو اللعب بقميس النادي الاهلي محمود متوالي حضرتكم شفتوه وسمعتوه هنا في قناة النادي الاهلي ايضا مع كناة الاسلام الشاطر وشفتم عد ايه انه هو مبسوط وسعيد انه هو ينضم لاكبر واعظم نادي في القارة الافريقية كلها ما حدش ابدا في الدنيا لو سألته او في مصر بشكل اخص وافريقيا بشكل عام لو قلتله تتمنى ان انت تلعب فين في يوم من الايام اكيد اجابة مع كامل الاحترام والتقدير انا مش مبالغ لكن كلنا شفنا وتابعنا اي حد بيتسئل السؤال ده بيقول انا نفسي يلعب في النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين متولي موجود قدام دولاب البطولات اخر بطولة حصل عليها محمود متولي كانت 2013 في منتخب الشباب لما حصل على بطولة الامم الافريقية في الجزائر وبالتالي نظرته الى درع الدوري نظرته الى كأس افريقيا اعتقد ان هو ان هو يعني متعطش الى البطولات ومتعطش الى الانجازات متولي ان اردو شارك في اول تدريباته مع النادي الاهلي وانا اعتقد ومتوقع ان متولي هيكون اضافة قوي جدا في خط الدفاع زي ما ديانجا هيكون اضافة قوي جدا في خط الوسط وايضا مع افشة وتمديد وتجديد اعارة رمضان صبحي وبالتالي النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيكون البطولة الافريقية ان شاء الله القادمة يعني النادي الاهلي يحسمها علشان يحصل على البطولة المحببة لدى جماهير النادي الاهلي واحد واربعين بطولة دوري اعتقد ان احنا يعني بسم الله ان شاء الله عندنا بطولات دوري كتير جدا ايضا في افريقيا عندنا بطولات افريقية الاكبر والاعلة في افريقيا في دوري الابطال لكن بقالنا كتير ما حققناش لقى بطولة افريقيا علشان كده الجمهور عطشان والجمهور عايز بطولة افريقيا علشان يكون موجودين في كأس العالم للاندية علشان يكون موجودين في الصفر الافريقي اللي دايما بيقربنا من المنافس الاولين عالميا وهو نادي ريال مدريد خبر التاني لموجود معنا تدريبات تأهلية لثناء النادي الاهلي قبل الميران المسائي سعد سمير ومحمد محمود لعب الفريق الاول لكورة وقدم بالنادي الاهلي يعني خاضوا تدريبات تأهلية بالجارية حول الملعب قبل انطلاق الميران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التيتش بالجزيرة ويستكمل الثناء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة ويعاني سعد سمير من الإصابة في رجبته زي ما حضركم شايفين أو عارفين ومحمد محمود العودة من الرباط الصليبي محمد محمود وسعد سمير اللي اتنين قربوا على انهم يكونوا مع الفريق قبل بداية الموسم القادم ديانج يشارك في الميران الجماعي آليو ديانج بعد الحلقة الجميلة اللي عملها هنا معنا في قناة الناد الآلي وبالمناسبة عايز اقول برضو معلومة انا كان سؤالي لديانج على اللغة العربية قلت له سعد سمير انا انصحك به انه هو هيعلمك لغة عربية لمدة شهر قلت له اجيبي يتكلم عربي ويتجيرالدو في الطريق نهو يتكلم عربي وقلت وليد ازارو وقلت علي معلول يتكلم عربي ففي بعض الاصدقاء يكلموني يقولوني طب ما علي معلول وازارو بيتكلموا عربي فقلت لهم لا قلت لهم المغربي او اللغة المغربية العربية انا اصدي عربي مصري لكن اللغة العربية اللي ازارو بيتكلم بيها حباكم عارفين ان اخواتنا المغربة لما بيتكلموا مغربي مش بنعرف نفهمهم فاللغة بتكون مبهمة او اللهجة المغربية طبعا فبتكون بالنسبة لنا صعبة جدا او مش فاهمين منها اي حاجة نفس القصة علي معلول لاشقاء التوانسة اللهجة التونسية صعب ان احنا نفهمها لكن ايضا وليد ازارو وعلي معلول طبعا في تونس المغرب بيتكلموا فرانسياوي فعشان كده حبيت اوضح لأسادة المشاهدين وأسادة الزملاء اللي قالوا لي تعليقا على الجملة دي تحديدا انا بس قلت لهم ان وليد ازارو بيتكلم مصري زينا يعني وليد ازارو لو جه تكلموا مع حضراتكم هتفهموا كويس جدا ويتكلم مصري كويس جدا وحتى مش تصدقوا ان ده لاعب يعني فترة في مصر صغيرة ويتكلم اللغة المصرية بطلاقة وبيعرف يتكلم كل المصطلحات نفس القصة علي معلول حتى لما كان موجود معنا في لقاء من معسكره في اسبانيا تكلم لغة مصرية كان فيها بعض اللهجة التونسية لكن يعني في الاخر احنا قدرنا نفهم فدي بس كان سؤالي وتعليقي لحضراتكم على ديانج لما بقوله على اللغة العربية ويظل سعد سمير واحد من اهم اللعبة اللي دايما لازم يركزوا مع اي لعب افريقي او اي لعب محترف بيكون داخل الجدران النادي الاهلي ديانج بيشارك اليوم لعب خط الوسط في المران الجماعي واللي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش واستعدادا ليه مواجهة فريق بطل جنوب السودان في ذهاب دور الاربعة وستين من دوري ابطال افريقيا اللعب يشارك لأول مرة في المران الجماعي بعد انتقاده رسميا من مولدية الجزائر ديانج طبعا الفترة الاخيرة كان بيتدرب منفلدا تحت اشراف كابتن طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل وانتظم اليوم في المران الجماعي احمد حمدي يشارك في مران النادي الاهلي شارك احمد حمدي لعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مران الفريق الذي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش احمد حمدي بيشارك للمرة الاولى بعد نهاية فترة عارضه مع فريق الجونة عليخاندرو يجاهز اللاعبين لمواجهتي فريق اطلع برة هو اسمه كده اطلع برة ده فريق اللي يشارك ضد النادي الاهلي بطل جنوب السودان في مواجهتي دور الارباع وستين من دوري ابطال افريقيا بالمناسبة الاتنين هيكونوا في ملعب برج العرب علشان طبعا ده الفريق السوداني اللي طلب كده من المواجهتين المباراة الخاصة بالنادي الاهلي تكون اكيد على ملعب النادي الاهلي والمباراة الخاصة بالفريق الجنوب السوداني تكون ايضا على ملعب برج العرب في القاهرة علشان نظرا لي الامكانيات القدرات الخاصة بالفريق الجنوب السوداني لكن أليخاندرو بدأ أنه طبعا مخاطط الأحمال تدريباته البدنية والاستعدادات الخاصة باللقاءات علشان خاطر زي ما حذركم عارفين أن رجل راجعين من أجازة وبالتالي عنده أحمال خاصة بلقائي مهمين جدا بعد يوم يكون أيضا لقاءات في بطول الكأس مصر بعدها عندنا سوفر المصري وبعدها عندنا أيضا بداية الدور المصري الممتاز ركز أليخاندرو على الجانب البدني في ميران الفريق وبدأ بالتنصيق مع مستر مارتن لصورتي المدير الفني بهدف رفع مستوى اليققى البدنية لللاعبين والوصول بها إلى المعدل الطبيعي في إطار التحضير لضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا لصورتي كان حريص على منح اللاعبين راح بعد انتهاء مباراة الزمالي ونهاية مسبقة الدوري العام بشكل رسمي وذلك قبل بداية التحضير لموجهات المرحلة المقبلة بداية من لقاء دوري أبطال أفريقيا ضد بطل جنوب السودان في دور الاربعة وستين وأيضا قبل موجهات كأس مصر محمود وحيد انتظم في الميران الجماعي للنادي الأهلي انتظم محمود وحيد الضهير العيصر للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي في ميران الجماعي بعد تعافيه بشكل نهائي من إجهاد العضل الضمة واللي اتعرض ليه قبل معسكر الفريق بالأسكندرية واللي خط خلاله الأهلي لقاءه أمام نادي الزمالك وأمام نادي المقاولون العرب في ختام الدوري العام وأصبح محمود وحيد جاهز للمشاركة في الميران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج التأهيل اللي خضع ليه ومشاركته في النادي